اهههههههههههه هادرناه في الفيديو اللي فات على الحمالة وكيفاش كي تبدل الجانين كل سيمانة واليوم غادي ندوزو الى بارتي تانية اللي غادي نهضرو فيها على شنو كي تبدل في الجسم ديال المره في الوقت ديال الحمالة بحلق النقبل الجسم السفر كي صاوب الأستروجين والبروجستيرون ومن بعد كتدوز المسئولية للخلاص وكل هرمون عندو خدمتو سوماتو ماموتروبين كوريونيك اومين او لا اش بيال كيخلي سكرف الدم باش يدوز الجنين الاستروجين كتدير بزاف دي الحويج منهم انها كتزيد فيش حما كتوجد الوالدة للحمالة كتختر الدم كترخي العروقة والمصارن كتطلع الملحة والماء وكتغمق الجلدة والبروجستيرون كتهبط المناعة دي الام باش الجسم ما يقتلش الجنين واحتها هي كترخي العروقة وكتحبس الحليب ووقت الحمالة دبا اللي فهمنا كل هورمون شنو كيدير اجي نهضروه على شنو كيتبدل عند المرأة الحاملة نبدأو بالوالدة اللي كتكبر سيمانة على سيمانة وكتدفع الرياء القلب المعداء المصارن والنبولة وهاتش علاج كيوسع السدر وكيتبدل التنفوس والدقات دي القلب كتجي الحرقاء القابض والترويع عاد كينزيادة دي الدم من خمسة ايطرو لسبعة ايطرو ونصف قريبا اللي بسبابها كيتنفخو رجلين وكتكتر البولة ولازدنا على هاتشي الهورمونات اللي كيرخيو العروقة كينفهمو علاش المرأة الحاملة كتكون عندها تنسيون طيحة وكيبانو حتى الفاغيس في رجلها مثلا الاستروجين مع هورمونات آخرين كيديرو الكلف وكيكحلو الحام و الراس دي البزولة من غير هاتشي عادي ان المرأة الحاملة تزاد فيها ما بين 10 و 15 كيلو وهاتشي علاش كيبانو لفاغيوتور وكييتجهد الحريق دي الدهار و السياتيك وعاد كين الوحم اللي كتبدا المرأة تشهاشي حاجة ما موالفاش تاكلها بحل متلا التباشير الفاخر وهنا ولا بدا نفكركم ان الوحم ما كيكونش على الطموبيلات والعمارات الاستروجين والبروجيستيرون كيأتروا حتى على المزاج دي المرأة الحاملة وهاتشي علاش كتقدر تحس براسها ما راشقش لها ومع الصباح بلا سبب معلومة مهمة كنصحو العيالة الحاملات ينعسو على جنبهم حيتي لا نعسو على ظهرهم جنين كيبرك على واحد العرق وما كيبقاش يرجع الدم للقلب ومن الاحسن على جنبهم لا يصر باش تنقص لهم الحرقة باش يدوز كل شي مزيان كنصحو العيالات الحاملات يتبعو مع الطبيب ديالهم على الاقل مرة في الشهر باش يتأكد من الصحة ديالهم وصحة ديالجانين هاد الموضوع طرقناه واللي بغي يشوف الفيديو اللولى غادي بلليه الليان في الاخر ديال هاد الفيديو واللي عندو شي سؤال او الاقتراح اكتبو لنا في كومنتير التحت كنشكركم على تتبعكم الحلقة وما تنساوش تابوناو وتابونا في فيسبوك وانستغرام وخليولينا كومنتير التحت الى عندكم شي سؤال او الاقتراح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة